مجموعات تطبيقات في مجال تعلم قراءة القرآن الكريم والتعرف على تفسير الآيات التطبيق مجاني من 600% ولا يتطلب أي اشتراك إذن هو خالي من الإعلانات نفتح التطبيق سنجد سور القرآن الكريم موزعة على عدة مجموعات نستعرضها الآن الفاتحة على الأنفال التوبة على النحل الأسراء على النور الفرقان على السجدة الأحزاب على غافر فصلة على الفتح الحجرات على الحديد المجادلة على تحريم الملك على النبأ أنازعات على البلد الشمس على تكاثر العصر على إنس طيب بعد استعرار مجموعة السور تأتيك في سيارة التالية الأعدادات الختمات الخدمات الخدمات فتن الأعدادات سهلة ومسيطة تغيير القارئ فتن الفهد الصغرى جمعا المصحف كاملا طيب هؤلاء دموع من القراء مثلا إذا أردنا اختيار القارئ الأول أحمد طلبت رواية حفز المصحف كاملا نقوم بالضغط مرتين على اسم القارئ ومن ثم يتم اختيار القارئ ومن ثم يتم اختيار القارئ ومن ثم يتم اختيار القارئ تلقائي يحفظ الاختيار بعدها إذا أردت العودة والاستماع للسور بصوت القارئ نعود لأي ذات مرة أخرى لاختيار تغيير التفسير لدينا اختيارين الأول والتفسير الميسر وهو الأختيار الأول الموجود في التطبيق وأيضا لدينا تفسير الجلالين طالما اعتمدنا على تفسير الميسر فسلنا استخدموه بعدها لدينا اختيارات أخرى مثل الختمات الأعدادات الختمات المفضلات لدينا خمس قواء مفضلة بإمكانك حفظ الآيات التي تريد مثلا التعرف على معانيها أو تفسيرها في وقت لاحق وأيضا مشاركتها في مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة النص في نص الآية وأيضا تفسير في مواقع التواصل الاجتماعي الأعدادات الختمات تأتينا قائمة الختمات وهي عبارة عن ختم الميسرة أصغر مجم العقراء قراء بالنسبة لقائمة الخدمات هي عبارة عن دروس تعليمية لتعلم تراوة القرآن الكريم بالقراءات المختلفة مثلا بلواية حمزة وورش إذا أردنا استخدام التطبيق الأحزاب الأحزاب ونختار مجموعات مثلا نختار مجموع الأولى من الفاتحة إلى الأنفان فطن البقرة فطن ثم الغاء ذهب الرجوع طيب قمنا بالدخول واختيار السورة تسير القراءة سورة لعمران تشغيل أيقونة التشغيل إذا قمنا بضغط عليها ممكننا نجتماع إلى الآية تشغيل ومصدق أيقاف مؤقت فطن طيب هذه الآية بالنسبة للملفات الصوتية لا تعمل إلا باستخدام الإنترنت إذا كنت في مكان لا يوجد فيه إنترنت بإمكانك فقط التعرف على تفسير الآية لا تستطيع تشغيل الملفات الصوتية إلا بالإنترنت بعدها الآية التالية والآية السابقة باللاتتنا الشواهد وهي طريق القراءة الآية بعدة قراءات مثلا نختارها مشارك شواهد أسبع وجئتكم أبدال لسوسي وحمزة وقفا وليست فاء الفعل فلا أبدال لورش وأطيعون متوسطة بزائد في الحمزة فيها وقف تحقيق أو التسهيل لأنها ليست مفتوحة أو مضمومة بعد كسر فاعبدوه هذا أدغام كبير لسوسي وصلت الهائل وعند سراطي وسراط القنبلة وحيث تازايا أشمها لداخل طيب بعدها مشاركة ونسخ ثم خروج أيضا ممكننا مشاركة الآية احتيار نص الآية ممكننا مشاركتها وايضا ممكننا الاستماع المتواصل ممكننا الاستماع للآيات التالية وكأننا نستمع إلى المصعف بشكل عادي الأعراب 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 الآية وأيضا التفسير إضافة إلى المفضلات إذا قمنا بالضغط على المفضلات من فضلك أخر المفضلات البقرة ألي عمران المفضلة الثالثة أنا قمت بتجربة إضافة آيتين إلى المفضلة فبالتالي لدي حاليا ثلاثة آيات أو ثلاثة قوائم خالية بإمكاني إضافة الآية عليها المفضلة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة المفضلة الثالثة المفضلة الثالثة الرجوع بعدها أذهب إلى المفضلات سأجد الآية موجودة في قائمة المفضلة الثالثة هذا كان الشرار بسيط للتطبيق شكرا للكل من السماع أتمنى أن نكون قد تفقد في هذا الشر شكرا لكم على حسن الاستماع أتقي بإذن الله في شروحات مقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته